تزامنا مع الاحتفال باليوبيل الفضي لذكرى مرور 25 عاما لتولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم افتتح مع الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم محطة مدينة خليفة لتوزيع المياه وبهذه المناسبة التي حضرها عدد من أصحاب السعادة الوزراء وسمو محافظة المحافظة الجنوبية وممثلون عن الصندوق السعودي للتنمية يتقدمهم معالي الأستاذ سلطان بن عبدالرحمن المرشد الرئيس التنفيذي للصندوق أكد معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة أن خدمتي الكهرباء والماء وعلى مدى العقدين الماضيين منذ تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم شهدتا طفرة غير مسبوقة مع قدرة شبكاتهما على تلبية الاحتياجات الحالية واستعاب المستقبلية منها قال معالي إن التطور الملحوظ الذي حققه قطاع الكهرباء والماء هو انعكاس لنمو المتسارع الذي تشهده المملكة في ظل متابعة واهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتوفير الخدمات الحكومية وتوسيع نطاق المستفدين منها بما يعزز مقومات العيش الكريم لفت معاليه إلى مضي المملكة في خطتها التلموية الرائدة نحو ما يحقق للبنية التحتية الأساسية استدامتها ويعزز من قدرتها على مواكبة المتطلبات السكنية والصناعية والتجارية والاستثمارية نوه معاليه بما تشهد منظومة العمل الحكومي من تكامل وتضافر بين الوزارات والجهات الخدمية ذات العلاقة بما في ذلك هيئة الكهرباء والماء على نحو يمكنها جميعا من توفير الاحتياجات المتنامية للمواطنين والمقيمين من خلال جملة من المشاريع التنموية التي تسعى الحكومة لتنفيذها التزاما ببرنامجها للأعوام 2023-2026 وحيى معاليه سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد رئيس هيئة الكهرباء والماء وجميع منتسبي الهيئة على جهودهم المبذولة في سبيل الارتقاء بالخدمات الحكومية من جانبه أعرب سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد رئيس هيئة الكهرباء والماء عن جزيل الشكر وبالغ الامتنان إلى معالي نائب رئيس مجلس الوزراء لتفضله بافتتاح محطة مدينة خليفة لتوزيع المياه متنيا على ما يوليه معاليه من اهتمام بالمشاريع الحيوية على عبر متابعتها وتقدم الإنجاز فيها وتنسيق الجهود فيما بين الجهات ذات الصلاة من خلال اللجنة الوزرية للمشاريع التنموية والبنية التحتية التي يرأسها معاليه وأشار سعادته إلى أن مشروع محطة مدينة خليفة لتوزيع المياه بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 13 مليون دينار بحريني يهدف إلى توفير خدمة المياه للقاطنين في مدينة خليفة كونها أحد مشاريع المدن الإسكانية الجديدة وأوضح رئيس هيئة الكهرباء والماء أن نطاق مشروع محطة مدينة خليفة لتوزيع المياه يتضمن إنشاء خزانين أرضيين من الخرسان بالإضافة إلى محطة توزيع تحتوي على أربع مضخات رئيسة لضخ المياه في شبكة التوزيع كما تحتوي المحطة على محركات خاصة بالمضخات وأجهزة لتغيير سرعة المحركات كما لفت سعادته إلى أن هذه المحطة عد الأولى من نوعها حيث سيتم تغذيتها بالكامل بالتيار الكهربائي خلال فترة الذروة بالطاقة الشمسية ويجرى حاليا الإعداد لبدء أعمال تركيب نظام الألواح الشمسية على سطح الخزانين الأرضيين لإنتاج طاقة كهربائية متجددة من جانبه أشاد معالي الأستاذ سلطان المرشد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية بالعلاقات الإنمائية الراسخة الممتدة منذ عام 1976 مشيرا إلى أن مشروع محطة مدينة خليفة لتوزيع المياه يأتي في إطار تمويل الصندوق للعديد من المشاريع التنموية في مملكة البحرين وذلك بتوجيه كريم من قبل قيادة البلدين الشقيقين لدام وتعزيز البنية التحتية في مملكة البحرين تم افتتاح محطة مدينة خليفة لتوزيع المياه بهدف زيادة القدرة التخزينية وضخ المياه سايا لتوفير خدمة أفضل للمواطنين والمقيمين في المملكة هذه المحطة جدا مهمة تخدم منطقة جديدة اسكانية بنيت على أعلى مستويات الفنية التقنية محطة ممكن تحكم فيها عن بعد وتشمل خزانين بطاقة تقريبا 13.6 مليون قلون أدي تعتبر من المحطات الجديدة من ناحية التكنولوجيا لأنه بالأمكان إدارتها مثل ما قلت عن بعد وطبعا هذه أحدى الأنجازات المستمرين في تنفيذها في العهد الزهر لسيري حاطة صاحب الجلالة طبعا هناك العديد من المشاريع الماثلة في مناطق مختلفة هذه المحطة مزودة بأحدث التجهيزات الميكانيكية والكهربائية بما يتوافق مع المعايير والمواصفات التشغيلية والتخزينية لتوفير خدمات الماء وتلبية الطلب المتنامي على استخداماتها لأغراض التنمية والتوسع الصناعي والتجاري يأتي هذا المشروع ضمن التعاون الإنمائي بين الصندوق السعودي التنمية ومملكة البحرين الشقيقة والذي امتد لما يزيد عن 48 عاما تم من خلالها تمويل العشرات من مشاريع التنموية في المملكة البحرين الشقيقة والتي يبلغ حجم التمويلات في حدود 3 مليار دولار وإن شاء الله التعاون الإنمائي بين الصندوق ومملكة البحرين الشقيقة سيستمر بإذن الله ولدينا العديد من المشاريع قادمة تحت التنفيذ مشاريع وعديدة يتم تنفيذها لتطوير البنية التحديية بهدف تلبية احتياجات المواطنين في مختلف محافظات مملكة البحرين وتعتبر هذه المحطة واحدة من ضمن المشاريع العديدة شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين